تنطلق الاثنين المقبل فعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الحادي والعشرين والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور التقافة بالمصرح المكشوب بقصر ثقافة الإسماعيلية وقالت وزيرة الثقافة إناس عبدالديم إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يعد تظاهرة عالمية تجري حوارا فنيا بين مختلف الشعوب ويستند إلى الموروث الإنساني المحلي أضفت عبدالديم أن الفعليات تجمع نماذج من الثقافات التي تعكسوا قيم العديد من المجتمعات ومشيرة إلى أن الفنون الشعبية وسيلة لحفظ الهوية وجسر للتقارب بين الدول